اعرب صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن اعتزازه باختيار مدينة المحرق عاصمة للثقافة الاسلامية الذي يعكس دور هذه المدينة العريقة في مسيرة البحرين التاريخية وما تسخر به مكوناتها الحضارية والثقافية والتراثية من عمق للتاريخ والاصالة والارث الانسانية مؤكدا ان البحرين تعتز بثقافتها وتراثها وتاريخها العريق النابع والمستمد من هويتها العربية والاسلامية الاصيلة جاء ذلك خلال لقاء سمو في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والاثار معالي الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري المدير العام لمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الذي يزور البلاد حاليا بدعوة من هيئة البحرين للثقافة والاثار حيث رحب بالدكتور التويجري الذي اطلع سموه على الاستعدادات الجارية والتنسيق بين الهيئة والمنظمة لاطلاق مدينة المحرق عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 2018 الذي ستحتفي طيلة العام القادم بمكتسباتها التاريخية العريقة التي تعكس اهمية مكانتها على خارطة العالم الثقافية والسكمال طريق اللؤلوي خلال العام باعتباره ثاني موقع بحرني يدرج على لائحة التراث الانساني العالمي لليونسكو ورحب سموه باحتضان المملكة لهذه الفعالية الهمة التي تؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها البحرين وما تمتلكه من حضارة عريقة وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات القديمة كمركز اشعاعا للمعرفة والثقافة والتعايش والمحبة والسلام مهني ان سموه بل منوها بالتعاون القائم بين الهيئة والمنظمة الاسلامية للثقافة والعلوم في المجالات الثقافية والتراثية واشهد سموه بجهود الدكتورة ويجري في تعزيز مسيرة عمل المنظمة وبرامجها الهادفة لخدمة الثقافة العربية الاسلامية وبهمية الرسالة الحضارية التي تقوم بها المنظمة ودورها الانساني الثقافي الكبير في خدمة المجتمعات الاسلامية من جانبه عرب الدكتور عبد العزيزة ويجري عن شكره وتقديره لصاحب سموه الملكي ولي العهدنا بالقائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما ابداه سموه من اهتمام كبير بدور المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وفعاليتها المرتقبة احتفاء بمدينة المحرقة ونوهت ويجري بالتعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين البحرين والمنظمة مشيدا بالانجازات التي حققتها المملكة في الحقول الثقافية والتراثية وبما تتميز به من صروح ومعالم ثقافية وعلمية والتي هي شاهد على عراقة واصالة مملكة البحرين وشعبها